هذه أبرز العناوين النجم المغربي وليتشديرا يعود رسميا إلى نابولي بعد انتهاء إعاراته إلى فريزي نوني الإيطالية صدمته زجاب عطل قشحة ريال ماضيد الإسباني يرفض التحق إبراهيم دياز بصفوف المنتخبة المغربية لهذا السبب سوفيان أمرابط ينهي الجدل ويحسن في قرار انتقاله صوب هذا الفريق الكبير بعد رحيله عن مونشيسر يونيتاد ارتفاع ساروخي في قيمة تسويقية للاعب المنتخب المغربي أمين عدلي بعد تألقي رفقة باير لفريكوز الألمانية هذا الموسم ودع المحترف المغربي وليتشديرا مكونات فريق فريزي نوني الإيطالية أقبل هاية فترة إعاراته للنادي هذا الموسم وكان النجم المغربي وليتشديرا قد انتقل إلى صفوف نادي نابولية في الميركاتيا الصيفية الماضي قادما من نادي باري الإيطالي قبل أن يذهب إلى نادي فريزي نوني على سبيل الإعارة ومن المرتقب أن يعود النجم المغربي وليتشديرا إلى نادي نابولي الإيطالية يقبل انتهاء إعاراته في 30 يونيو وبعد نزول فريزي نوني إلى الدور الدرجة الثانية الإيطالية نشر شديرا رسالة وداعية لمكونات فريزي نوني عبر حسابه الرسمي على مواقع انستغرام جاء فيها ليس من الثالي التعبير عن الامتنى الكبير الذي أشعر به اتجاه هذه الألوان وهذا النادي وقبل كل شيء هذه القاعدة الجماهيرية الجميلة هيت تابع كل يوم أتعلم شيئا يجعلني أكبر وأنمو حاولت أن أكون دائما في المستوى تقت هذه الجماهير من خلال تقديم كل ما لدي واختتم وليد ديرا أشكر النادي بكل مكوناته المدرب والجهاز التدريبي وجميع زملائي وبالطبع المشجعين الذين لم يتنون أبدا عن تقديم دعمهم أنا متأكد من أن المستقبل سيمنح فريزي نوني نجاحا أكبر شكرا على كل شيء رفض نادي ريال مدريد الإسباني التحاق إبراهيم دياز بسفوف المنتخب المغربي حيث بات إبراهيم دياز خارج لائحة المنتخب الوطني المغربي المشاركة في أولمبياد باريس هذا الصيف بعدما قرر الفريق الملكي ريال مدريد رسميا عدم السماح للاعبه بالمشاركة في الأولمبياد وكشفت التقارير الصحفية الموثوقة أن النادي ريال مدريد الإسباني أبلغ لاعبه بأنهم لن يتمكنوا من اللعب مع منتخباتهم في أولمبياد باريس التي تنطلق في الشهر المقبل مباشرة بعد فوز الملكي بلقب دور أبطال أوروبا على حساب بروسيا دورتموند الألمانية بهدفين لسفر وأكدت التقارير الصحفية أن العديد من الأند الأوروبية تفكر في ذات الأمر مثل نادي تشيسي ومونشيسر يونيتد حيث سيرفضون التحاق لعبهم بصفوف المنتخبات الأولمبية وكان طريق السكتيوي مدرب المنتخب المغربية الأولمبي يمني النفس في اندمام إبراهيم دياز للمنتخب المغربية الأولمبي رفقة الأشرف حكيمية والحارس مونير المحمدي أو المدافع نيف أكراد وبعد قرار ريال مدريد بعدم التحاق لعبه بصفوف المنتخبات الأولمبية قد يضطر طريق السكتيوي إلى منادات على لعب آخر ويبقى الأبرز إما أيوب الكعبي أو حكيم زياش بات النجم المغربي صفيان مرابط لعب خط وسط ندي فيورونتين الإيطالي على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدورية الإيطالية بعد اندمامه لقائمة الراغبين في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أكدت التقارير الصحفي الإيطالية نقلا عن شبكة MC أن صفيان مرابط بات ضمن الأولويات المدربة الإيطالية المخضرم أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد للفريق نابولي لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسمة الجديدة ويعد اهتمام كونتي صاحب الإنجازات الكبيرة بمثابة بريق أمل لإنقاذ مسيرة صفيان مرابط بعد تجربته الصعبة مع موشيستر يونجد الإيجليزي في الموسمة المصارمة ولم يواجه نابولي مهم سهل في ضم صفيان مرابط حيث سيكون عليه منافسة أندية الدول الإنجليزي أخرى أبرز وفورغام بالإضافة إلى اهتمام السابق من قبل يوفيتوس وميلان اللذان يسعيان أيضا للتفر بخدامات اللعب الذي تألق بشكل لافت في منذ قطر 2022 ويمني صفيان مرابط النفس بتحقيق استقرارا في مسيرته الكروية من خلال اندمام إلى فريق يمنحه فرصة الاندهار لإدهار قدراته بشكل أفضل وتحقيق الإنجازات خاصة مع المدرب بحجم كونتي وتشير التوقعات إلى أن الفترة القادمة ستشهد صراعا ساخنا بين الأنذية الرغبة في ضم صفيان مرابط في الصيف المقبل لمعرفة وجهته الجديدة إلى أي فريق سينتقل ارتفعت القيمة التسويقية للدولية المغربية من عدلي بعدما قدم موسيما مميزا رفقة نادي بايير لفركوزن الألمانية توج من خلاله بلقبين الدولي الألماني وكأس ألمانيا ووفقا لمنصة ترانسفير ماركت فقد انتقلت القيمة التسويقية للعب من 25 إلى 30 مليون أورو وفقا لآخر التحديات الموقع بتاريخ 29 ميل الجري وتألق أمين عدلي مع نادي بايير لفركوزن الألمانية جعله يجواجد على رأس اهتمام عديد الأندية الأوروبية ولعل أبازها ميلان الإيطالي وإشبير الإسباني خلال الفترة المقبلة وكل أعمال أمين عدلي تلقى اتصالات من مسؤولين نادي ميلان في الفترة الماضية الذين أكدوا اهتمام الفريق الإيطالي بخدمات المغربي مستقبلانا وأوضحت التقارير الصحفية في وقت سابق أن ميلان مقتنع بقدرات النجم المغربي أمين عدلي وأجرى اتصالات مع وكيل أعماله للبحث عن إمكانية ضمه في نفس الأمر ينطبق على مسؤول إشبيرياء وتبقى القيمة التسويقية للمهاجم المغربي أمين عدلي أمر عائق أمام الأندية الراغبة في ضمه في السيف المقبل اشتركوا في القناة